خلصنا الريوق أنا سبقته داخل القاعة كنت أحضر طق الجرس إيه القاعة فأهو يتحدث معي وصار حديث الأخوان على الرسائل الواردة في المجلس قاعد يقول لي سيدة أنا ما يعجبني هذا الوضع اللي قاعد يصير أن بعض النواب قاعدين يأخذون ملفات ويعطونها الوزراء ويأخذون من وقت الوزراء وبالتالي أرى بأن يشتتونهم يشتت ذهن الوزير فما ينتبه على الكلام الأخوان فيما يذكر من الرسائل الواردة لهذا الكلام صحيح كان لأني لما انتكلمت وكنت أتكلم أنا في الرد على بعض الرسائل فيما يخص الأخ وزير المالية أثنين من النواب كانوا جالسين مع وزير المالية وأهو ممنتبه على الحديث الذي كان أهو مسؤول عنه فاضطريت أني أكثر من مرة أقول له يا أخ وزير المالية انتبه معي لأن الموضوع يخصك أنت فأهو الضائق من الوضع الذي شافه فلذلك طلب الكلمة عندما طلب الكلمة أنا كان عندي موضوع مع الأخ كامل العوضي ورحت تحق الأخ كامل وكنت أتكلم معه كامل يعني ما اللحظات هي سبحان ربك طلب الكلمة وخلص وقعد نعم بعدين الأخ عبدالله تميمي صحيح الكلمة كانت حقية نعم وفي هذه الأثناء طبعا وهو على الكرسي والكل كان منتبه على الكلام الذي قاعد يثار صار اللي صار واللي الله كذب وقتها ما كنت في كرسيك ما كنت يمه يعني أقولك هذه دقائق يمكن أنا قمت دقائق نعم سبحان رب وقتها صحيح ولأن لو صار بوقته هو أكيد أن أنا الأقرب لا صحيح هو اللي صار أنه لما صار الحدث اللي خلفنا قاعد هو خليل أبل نعم الدكتور خليل أبل صحيح هو اللي خلفنا فانتبه خليل أنه بالفعل مبرك رحمة الله عليه في شيء فلذلك أهو نادى الرئيس كان عادل إخرافي هو يرسل جلسة نعم قال الأخ الرئيس نبيل في شيء فعلى طول تدارك الأخ الرئيس اللي هو الأخ عادل إخرافي كان هو لمسك الرئاسة ما كان الرئيس مرزوق الغنم موجود كان بسرعة كان موجود أبو علي على طول كان موجود فعلى طول انتبه الرئيس أن لا هناك حالة فعلى طول رفع الجلسة صحيح وانتصار أنتقل الأخوان كلهم حتى يتأكدون نعم شنو صاير وبعد الله عز وجل كتب له هذا اليوم أن يكون يومه وفي موقع أنا أعتقد بل أجزم أن الله عز وجل أراده من الناس بالكوتين بصورة خاصة أن يرون بأن هذا الإنسان كرس حياته للكويت حتى يثبت لهم أن وفاته كان في الموقع الذي فيه يخدم الكويت وهو على كرسي مجلس الأموة صحيح وحتى حين يعني فقدنا وفقدتو كنائب وضع بدالة عالم الكويت على الكرسي شون تشوف هذه اللافت من الدكتور أبو أنا لازم نعطي كل ذي حق إن حقه طبعاً إحنا اللي صار فينا محد كان متصور لأن نبيل توا معنا ببراك توا معنا شون شعورك صار جديد قبل هاي يوم قالوا لك يعني توفى إحنا وإحنا قاعدين نشوف الحدث ويول دكاتر رزاه الله ألف خير توقعت دكتور وقت هاي والله شوف أنا لأن شفت الحدث جدامي فكنت لحظة بلحظة أعرف وإحنا وين قاعدين نروح بس كنا حطين أمل بالله عز وجل يمكن الله عز وجل وريد أن يعني يجعل حياة أخرى ما ندري صحيح لكن الكل كل النواب التلفظ مالهم وأنقلك ياه كما سمعت من النواب وأنا والكل لأنه واحد كان يذكر الآخر يا الله شافي يا الله عافي لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله تسمع الكلام يتردد بين الزمل كلهم كلهم دون استثناء سواء كانوا الوزراء أو حتى النواب بس في اللحظات الأخيرة لما انشعرنا بأنه بالفعل هو سلم روحا إلى بارئه والأطباء بان على وجوههم يعني الحالة التي تعرف أن ببراك رحمة الله عليه سلم روحا إلى بارئه كنت كنت تشوف دموع كل الزملاء من حيث لا تشعروا بعض الأخوة طبعا بكى لأنه لا تحمل كنت تشوف دموع الزملاء والاستمرار بقول لا حول ولا قوة إلا إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون تتكرر تكرر بن إلى أن نقل وأنا أقول بكل صراحة والكل يدري أنه بعد هو سلم روحا إلى بارئه إلى أن وضع على النقالة ما ندري لا ندري ما ندري نسوي لأن هذا الإنسان ليس شخص يعني تعتقد أن توام تكلم عن موضوع مهم ليس متوقعين الذي صار ولا قادرين نتحمل الصدمة التي صارت فالكل الحين خلص خذوه الأخوان والأسعاف والأطباء على النقالة و سيودون الأسعاف كل الزمل يقول لسان حاكم يقول يا رب يرد ودنا ودنا وهم يسحبون يكح يطلع صوت أي شي ولكن حتى نتأكد أنه هو الحمد لله أنه رجع لكن أقول لك بكل صراحة وهم يأخذون النقالة إلى الأسعاف وطبعا يمكن مشين 60 متر كل النواب يعني أنا الذي رأيتهم الكل يمكن واحد اثنين لا أدري لأننا ماشيين معه صحيح كلنا وصلنا إلى الأسعاف إلى أن ركب الأسعاف وسكروا الباب عليه ومشت الأسعاف سنقعد في الاستراحة طبع النواب في الاستراحة أنه يسولون مع بعض يعني واحد يقول مشكلته واحد كذا الوجوم كان مخيم على النواب والكل يطرق برأس إلى الأرض أغلبهم كان بيد كلنا يمسح دموع ومع عارف ما يفعل لأنه يظل صار بيد الله عز وجل والله عز وجل هو الذي سيحكم ماذا سيكون فيما بعد وقاعدين كلنا قاعدين ومرت فترة يعني أكثر من 25 دقيقة ساكتين الكل قاعد ومنزل رأسه ومعارف لأن صدمة لا يمكن أن الإسان يتحملها واحد من أخوان قال حقي للأخ الرئيس أبو علي قال للأخ الرئيس أنت ما رفعت الجلسة ترى نحن بعد ما نقدر ما ندري ما يحدث قال نحن نصبر الخبر من المستشفى الأميري إن شاء الله إن شاء الله الله يكتب لحيات ونقسم لك بالله العظيم ونحن ننتظر من المستشفى الأميري رأيه لأن المنقيل دعو ننتظر الكل يقول إن شاء الله الكل يدعو يا الله والأخوان يمشون يا جماعة دعونا إن شاء الله الله يرجع لنا سالم غانم الكل فصار الآن من الوجوم إلى الدعاء المستمر له إن شاء الله يرجع لنا سالم يا الله إن شاء الله يرجع إلى أن بعد فترة قاد خبر اتصل للأخ الدكتور العبيدي وزير الصحة في الرئيس نعم و أخبر أن سلم روح إلى بارئه و علي أخبر النواب ترى خلص بعد الإخوان من المستشفى الأميري قالوا لنا بأن سلم روح إلى بارئه فإحنا يا أخوان شنو نقدر نسوي الحين و نقدر نجتمع في مجلس الأمة يعني نفسيات الإخوان لازم ترفعون الجلسة حتى الرئيس يعني حتى أبو علي معارف ما يفعل كلنا معارف ما يفعل لأن الموقف بالنسبة لنا كان صدمة صح نحن نؤمن بقضاء الله و قدره نؤمن بأن الله عز وجل سيكتب علينا كلنا في يوم من الأيام الموت لكن يبقى الحزن شيء في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وآله و سلم عندما فقد ابنه قال إن القلب لا يحزن و إن العين لا تدمع و لكن لا نقول إلا ما يرضى الرب فكنا في صدمة معرفين ما نفعل لازم نفعل الآن إلى أن تم الاتفاق أن يا جماعة خلص إحنا و علي أنت أنعي و بعد ذلك ارفع الجلسة إلى الجلسة التي تليها بعد ثلاث أسابيع لأن مقادرين نسوي أي شيء ولا قادرين نفكر و دخلنا الجلسة و لم يتحدث زميل مع زميله لأن لا زالت حالة الحزن و الفراق قلت لك كل شيء فجائص كان مبين صحيح لازم أسجل هذه للأخ الفاضل الدكتور خليل الدكتور خليل أبو دخل و كان جو الوجوم في استراحة النواب قال أنا اقترح يا أخوان أن نضع علم الكويت على كرسي الببراك حتى يعني الكل يشعر بأن هذا الإنسان مو بس كان وطني و أنه كان قلبه مع الكويت الكل قال خلاص بسرعة الحين و سو حتى أذكر أنا سألت الأخ بدر ششتري قلت له نقدر نيب صورة مبراك و نحطها على الكرسي على العلم قال الآن هذه لحظات ما نقدر نسوي كل هذا الغرض و راح الأخ الفاضل الدكتور خليل أبو و حط العلم و الكل شاف و حط العلم على الكرسي و دخلنا و كان علم الكويت على الكرسي دخلنا القاعة دخلنا القاعة و قلت لك ماكو زميل لتحدث مقادرين نتكلم مع بعض لأن الكل كانت يعني علاء من الحزن عليك أنت الأكثر تأثرا كنت تكون دكتور لأن أنت فقدت جارك لقد طالعت لقى الآن علم كنت تشوف يعني أنا ما كنت متحمل الوضع حقيقي لأنا مو متصور شوف مع أن طبيعة المؤمن يجب أن يتحمل بس قلت لك لما تصير الصدمة فجائية وإنت ما تدري عنها وتو معاك على الريوق وتو يكلمك على قانون وتو قعد يقول لك أن أكو وضع معاجبة أنت لما تسترجع كل هذا تحس أكو شي صار مرة وحدة فلذلك معرف ما تدري ما تدري ما تدري والصدمات هي هذه بالنهاية تكون دخل بوعلي الرئيس وطبعا يمكن بوعلي هم كان أكثر نتأثرا لأن علاقتنا كلنا مع بعضنا البعض في مجلس الأمة قد نختلف جملاء يختلف لكن وجودنا مع بعضنا الدائم لا نستطيع نشعر بارتباط وثيق جدا مع بعضنا البعض إلى درجة لا تتصورها ترى البعض يمكن داخل الجلسة يعطي وجهة نظر مخالفة لأحد النواب ويرفع صوته لكن لما نذهب للإستراح ترى كل هذا يسقط لأن نظر زملاء وعملنا كل من المفترض أن يكون مخلص للكويت ولوجه الله عز وجل على كل قال كلمة أبو علي وخلص وطبعا وحتى طلعنا ولم يتحدث زميل مع زميله طلعنا ونحن لا يعرف نشي نسوي أقولك بكل صراحة طلعنا من الباب باب المجلس ما نريد نروح بيوتنا وين نروح أنا والأخ الرضان شفنا الرئيس أنه بيروح المستشفى قلنا هنروح معك المستشفى وبالفعل مجموعة من الزملاء يوم ولكن لم أحد كان يدري شي يسوي لأن قلت لك الصدمة كانت صدمة الكل متأثر بسرعة رحنا أنا ورضان والرئيس ألمن أنتم ستشفى مع الرئيس وتدرون أنه متوفي ندري ندري بس حتى أقول لك شفت بطريقنا من المجلس إلى المستشفى عادة أنت بالسيارة مع ربعك تسوي ليفتاخل مقادرين نتكلم مع بعض لأن الكل كان مو بس في حالة حزن يعني لو تشوف ويوه بعضنا البعض تشوف أكو حالة ما هي طبيعية فينا وصلنا المستشفى نزلنا كان أحد الأطباء رافقنا وطلب مننا أن ندخل عليه ودخلنا في الغرفة التي كان مسجة فيها كنا أنا والأخ مرزوق الغانم وعلي الرئيس والأخ رضان والأخ مع الوزير الداخلية أيضا أربعة دخلنا شفنا مسجة على سريرة في الغرفة قرأت على الفاتح غانم والأخوان كلهم وبعدين سألنا عن عيالة وينهم نبي نشوف عيالة لأننا موجودين في المستشفى أيضا فأخذونا إلى غرفة مدير المستشفى عيالة هناك ولد براك الله يحفظ ولد أحمد الله يحفظ وعزيناهم بس يعني أكو موقف لازم أقوله الموقف هذا يعني صعب أن الإنسان يكون في موقف أعيالة وفاقدين أبوهم وهذا الكلام يقولون ولد أحمد الله يحفظ إن شاء الله اللي أيضا تبرع لأب الكلة اللي تبرع لأب الكلية عظمنا للأجر وكذا قال عمامي أنا أطلب منكم طلب وهذا الطلب أدري له أبوي حيث عن قاله أبي المجلس يستمر في أداء وعطاء لا توقفون الجلسة لأن أبو يتوفى كملوا ترى نادر تشوف ابن فاقد أبو يابن الناس كلها متأثرة معه يابن الناس كلها عايش الحديث لكن شوف شنو ورث عياله الرد كان من الرئيس من أبو علي الأخمر زوغ الغانم قال لأبوك صح كلامك لو حيت يعني يقول بس احنا مقادرين الفراق اللي سوا فين الحزن اللي حط فين مقادرين لكن أنا بالفعل اللي أشوف الحين هذا يجسد أن نبي الفضل ما مات لأن خلف هذه الذرية اللي بالفعل تحمل نفس الهم هذا الموقف أثر فيني كثير حقيقة وأثر في كل الحضور اللي كانوا موجودين لأن لابن يزيد الحزن النبي يعني ببراك الله يرحم صح أنه تعب حتى يقول رأيه فيما فيه مصلحة الكويت لكن أيضا تعب في تربية عياله اللي طلع عيال شدي يقولون وهالكلام الطيب اللي يقولونه موسيقى